اكد حضرته صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم يده الله اعتزازه بالعلاقات الاخوية الوثيقة والراسخة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات انطلاقا من الاواصر التاريخية المتينة التي تجمحهما نعم جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلال الملك المعظم هذا اليوم في قصر السافرية سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة بمناسبة زيارته للمملكة لعقد اجتماع الدولة الثانية عشر للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة نقل سموه الى جلالته تحيات وتقدير اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واطيب تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها باستمرار التطور والرقي رحب جلالة الملك المعظم في بداية اللقاء بسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاماراتي والوفد المرافق وابلغه بنقل تحياته وتمنياته الى صاحب السمو رئيس دولة الامارات وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولشعب الامارات الشقيق بالمزيد من التقدم والرفع وأشهد جلالته بعمق العلاقات البحرينية الاماراتية المتجدرة والتي تشكل نموذجا متميزا ومثالا يحتذى للعلاقات بين الأشقاء الذين تربطهم روابط الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف والمصير المشترك متنيا أيته الله على النتائج الطيبة والمثمرة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة وما حققته من منجزات على صعيد تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم أوجه التعاون الثنائي والتكامل والتنسيق الأخوي في مختلف الجوانب التي تلبي تطلعات البلدين والشعبين وتحقق مصالحهما المشتركة كما أعرب جلالته عن تقديره للدعم المتواصل لدولة الامارات ومواقفها المشرفة تجاه مملكة البحرين وشعبها في مختلف المراحل والظروف من جانبه أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان عن بالغ الاعتزاز بدور حضرة صاحب الجلالة وبحرصه الدائم على توثيق الروابط التاريخية المتميزة وتوطيد عور التعاون الأخوي بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الامارات موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة